السلام عليكم تحذير هام الفيديو للغرض التعليمي فقط ولست مسؤول عن اي استخدام خاطئ او خارج النطاق التعليمي شكرا لكم سعيد صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله واهلا بكم ورحمة النهاردة في فيديو جديد والنهاردة هنتكلم عن اداة جميلة جدا خاصة باجهزة الامتك وطبعا الاداة قوية جدا وفيها عمليات كتير جدا وكمان الاداة بتاعتنا النهاردة اداة مجانية اول حاجة طبعا هتحمل الاداة من الرابط الى تحت الفيديو وبعدها هنبدأ نفك الضغط عنه بالطريقة اللي احنا متعودين عليها الطريقة طبيعية جدا مفيش اي مشاكل هنبدأ نفك الضغط زي ما حداركم شايفين في البداية تعالوا نشوف مع بعض حجم الاداة حجم الاداة مع بعض كده فتعالوا مع بعض كده نشوف حجم الاداة بتاعتنا النهاردة والاداة المجانية اللي فيها عمليات كتير جدا بإذن الله زي ما حداركم شايفين حجم الاداة مية سبعة واربعين ميجا حجمها مش كبير حجمها كويس بعد كده هنبدأ ندخل على الفولدر بتاعنا علشان نتعرف على الاداة بتاعتنا ونشوف اي العمليات اللي نقدر نعملها من خلال الاداة بتاعتنا زي ما حداركم شايفين بنفتح الفولدر بيظهر لنا الايقونات بالشكل ده او الملفات بالشكل View هتظهر عندك بنفس الشكل ده كل اللي نعمله هي حنيجي على الايقونات الخاصة ببرنامج مزورة سنبدأ هذه كمسؤول مع بعض زي ما حداركم شايفين بالزبط زي ما حداركم شايفين تفتح الاداة الجميلة جدا دي الاداة طبعا دعم اجهزة MTK طبعا الاداة دعم اجهزة MTK هتلاقي فيها اجهزة اسوز واجهزة هواوي واجهزة انفينيكس ولنوفو وميزو اوبو وريلمي وسامسونج وفيفو وشاوم. طبعا كل الاجهزة دي حملة لمعالج الامي تي كي. يعني الاداة دي خاصة بالاجهزة اللي دعمة لمعالج الامي تي كي. يعني الاجهزة اللي حملة لمعالج الامي تي كي هتلاقيها مدعومة في الاداة لكل العمليات دي. طيب ايه العمليات اللي نقدر بنعملها من خلال الاداة دي? اول حاجة تقدر تعمل فورمات يعني تقدر تعمل ضبط مصنع كامل وتشيل حماية حساب جوجل بدغطة واحدة او من عملية واحدة. بعد كده تقدر تعمل فورمات يعني تقدر تعمل ضبط مصنع وتحافظ على البيانات اللي موجودة عندك على الجهاز. هنا بعد كده تقدر تعمل فورمات من الكلمة كده تقدر تعمل ضبط مصنع بس هنا هيحزف البيانات الخاصة بالاجهزة. لو انت عايز تحافظ على البيانات بحت اختار الخيار التاني. لو مش فارق معك البيانات. هتقدر تعمل ضبط مصنع وحتحزف البيانات من الخيار التالت. بعد كده تقدر تعمل الاجهزة سامسونج. وطبعا ده خاص باجهزة سامسونج اللي بتقدر توصلها من خلال التستبوينت. وده بيكون عن طريق نقطتين التستبوينت علشان توصل الجهاز وتبدأ تشيل الاف ار بي بطريقة سهلة جدا. هنا عندنا الخيار اللي بعد كده ده طبعا لمعالجات كتير جدا بالمتك. يعني لما زبطش معاك على اي خيار من ازالة الاف ار بي. تقدر تختار ستة اف ار بي جنرال اللي هو ازالة حساب جوجل. له معالجات كتير جدا. وطبعا دي معالجات ام تي كي. بعد كده تقدر تعمل ارس للديمو او ازالة الديمو من اجهزة فيفو. بعد كده هنقدر نعمل باك اوب لملف الان في رام. وطبعا ده خاص بالسيريال لاجهزة الام تي كي. تقدر تاخد نسخة احتياطية تقدر تنزله. تقدر تعمل مسح. فطبعا هتقدر تتحكم في ملف الان في رام. سواء او ازالة او اه بطريقة سهلة جدا. بعد كده ودي ميزة جميلة جدا وهي باك اوب اندرستور. زي ما حتركوا شايفين. او ايم انفو هواوي. تقدر هنا تاخد نسخة احتياطية من ملف ال او اي ام الخاص باجهزة هواوي. وطبعا بنحتاج الملف ده جدا لو احنا بنعمل تخطي لحساب هواوي اي دي بيفقد ملف الحماية. فاحسن حاجة تقدر تعملها انك قبل ما تعمل تخط الهواوي اي دي تاخد نسخة من ملف الايم. في نهاية الفيديو هقول لكم حاجة مهمة جدا في البرنامج. حتى تظهر لكم اي كونات كتير جدا. بعد كده هتقدر تعمل اللي هو حساب شاومي بطريقة سهلة طبعا لاجهزة اه شاومي الحاملة اللي هو معالج الام تي كي. تقدر تعمل ضمب كامل لملف البريلودر. وطبعا ملف البريلودر ده من اهم الملفات لانه بتقدر من خلاله تعمل احياء الاجهزة الميتة. تقدر تاخد بنسخة من ملفات البريلودر قبل التفليش علشان تكون مقامل نفسك. فتقدر تاخد نسخة احتياطية من بلف البريلودر قبل التفليش علشان تكون مقامل نفسك وتقدر تحيي الجهاز لو حصل اي مشكلة. تقدر تاخد نسخة احتياطية من ملفات الروت. تقدر تاخد نسخة احتياطية من ملف الفي بي ميتا بطريقة سهلة جدا. تقدر تعمل لحماية من خلال وضع التفليش. طيب فيه حاجة مهمة احنا قلنا احنا قولها في نهاية الفيديو. بصوا معانا كده في الاول خالص عندنا هنا فورمات لست داتا. لو جينا على المربع اللي في الجنب ده وعلمنا عليه. هيظهر لي حاجة تانية خالص. قال لك فورمات لاجهزة فيفو. تدقى تعمل فورمات لاجهزة فيفو. تمام? زي ما حتلكم شايفين بي ينقلك لايكونة تانية خالص. هنا قال لك لاجهزة سامسونج. هندغط هنا كده. قال لك لاجهزة سامسونج عن طريق الامتي بي. اللي نجمع شباك زي ما حتلكم شايفين بالزبط. هنشيل علامة الصح وحننزل على بعد كده. هنا قال لك ارس ديمو لاجهزة فيفو. زالت الديمو من اجهزة فيفو. لو علمنا هنا قال لك ارس ديمو لاجهزة اوبو. خدت بالك جالك عملية تانية خالص. هنا ملف قال لك اخذ نسخة احتياطية. لو جينا هنا على الايكونة دي اللي هي وضغطنا عليها كده حيقول لك حزف ملف يعني هنا نسخة وتقدر تعمل تاخد نسخة وتقدر تعمل للملف الان في رام. بعد كده هنروح لباك اوب او ايم اللي هو ملف الايم الخاص باجهزة هواوي اللي اتكلمنا عليه من شوية. لو جينا ضغطنا كده قال لك حزف. تقدر تعمل نسخة احتياطية وتقدر تعمل حزف لو ضغطنا هنا. بعد كده قال لك اللي هو حزف حساب شاومي. لو ضغطنا هنا كده قال لك يعني من خلال ملفات. تمام? هنا قال لك طبعا كل الكلام ده شرحناه. يبقى نركز على الحاجات اللي جنبها علامات دي. علشان لو علمنا عليها بيديك عمليات تانية خالص. الحاجة اللي بعد كده تقدر تدخل على على علشان تشوف تعريفاتك والدنيا معاك ماشي ازاي? تقدر تشوف تعريفك واصل ولا لأ? دي اجمل حاجة بعد كده التعريف الامي تي كي. هيبعتك لرابط كده تحمل منه آآ ملف تعريف الخاص بالامي تي كي. ونفس الكلام لاجهزة سامسونج هيبعتك لرابط تحمل منه برضو ملف آآ تعريف اجهزة سامسونج. فطبعا الاداة قوية جدا جدا واداة محترمة جدا واداة خفيفة وسهلة فيه التعامل وهي طبعا زي ما حدكوا شايفين بنبدأ نضغط على اي عملية اول ما بنضغط عليها بيجي لك كلمة سطوب. وده جميل جدا خاصة بكل عملية. يعني لو ضغطنا هنا كده هتلاحز ان قال لك يعني مستاني الجهاز يوصل وجاب لك كلمة سطوب بمكان العملية نفسها. تقدر تعمل اقاف في اي وقت. طبعا الاداة جميلة جدا جربوا الاداة واكتوبو لنا رأيكم في التعليقات. طبعا الاداة جميلة جدا جربوها واكتوبو لنا رأيكم في التعليقات. وبكده النهاردة هيكون الفيديو بتاعنا ينتهى وياريت ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكو اي جديد بنعمله على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.